قالوها قبل لو كان الفقر رجلا لقتلته فكيف الحال إذا ابتلي الإنسان بالفقر والمرض والتهميش وضياع الحقوق وظنك الحياة وصعوبة المعيشة في بلد يقولون عليه أبو الخيرات والمواطن للآن ما شاف شي من هاي الخيرات اللي يسمع عنها وما يتلمسها أبد وما أكثر الحالات الإنسانية الضاعة بين زحمة الحياة والأخبار والخلافات والمناصب والتصريحات وما أكثر الأصوات والمناشدات اللي ما توصل إلى وزارة الصحة أو دائرة الرعاية الاجتماعية أو نقابة الأطباء أو المنظمات الإنسانية وهنايا يبرز دورنا بالبحث والتقصي ومحاولة الوصول إلى الفقراء ممن يعيشون ظروف صعبة جدا في ظل المرض وعدم تمكن تأمين ثمن العلاج والأدوية والمراجعات الطبية وسط استغلال بعض أصحاب الصيدليات وغلاء أجور الكشفية بالعيادات الأهلية وغياب تام للحكومة وعجز كبير في تقديم العلاج واحتفان آلاف الحالات الإنسانية المستعصية والصعبة العلاج على المواطن نفسه صحة المواطن هو الخط الأحمر اللي اتجاوزت الحكومة العراقية الحالية ومؤسساته فغياب الرقابة على الكثير من مفاصل الدولة يشرع الأبواب أمام انتهاكات اتنال من أمن المواطن وصحته وحول الفساد مؤسسات الدولة إلى مرتع للأحزاب المتنفذة بعيدا عن الواجبات الأخلاقية حتى أصبح المواطن الفقير ضحية لهذا الفساد فالمسؤولين يعيشون في بروج عاجية بعيدين عن معاناة الشارع ودموع المحتاجين ومآسيهم ومجلس النواب ما أقر قانون يحمي المواطن من الأمراض وتراجع الوضع الصحي المهم وصار من اللازم والضروري أيضا سنقانون التأمين الصحي لكل العراقيين بالداخل وبالخارج وهو حق مشروع وجزء من العدالة الاجتماعية حتى يتمتعون بثروات وطنهم وهو حق مشروع كفل الدستور العراقي اللي صوت علي الشعب وجميع الدول المتحذرة تعمل بالتأمين الصحي لجميع المواطنين إلا العراق والعراق حاضن لمئات الحالات الإنسانية اللي تحتاج إلى التفاتة حكومية ومن بين هاي الحالات حالة لطفل يعاني من ورم وتضخم بالساق أتعبه وأهلكه وضاعف المصاريف وتكاليف العلاج على أهله اللي سلموا أمرهم لله وفي حالة أخرى لطفل آخر يعاني من الشلد الدماغي وصار هذا المرض معاناة مو فقط للطفل وإنما لعائلته كلها بعد أن استسلموا للواقع وما يقدروا يواجهون تكاليف العلاج وبالتالي تركه والطفل يواجه مرضة وألمة الوحدة فهل من مجيب؟ هل من رقيب؟ وهل من ينقذ هؤلاء من فقرهم ومرضهم ووجعهم في بلد الخيرات اللي اسمه العراق؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر